لماذا الميلاد العذراوي؟ وطبعاً هذا جزء مهم جداً من العقيدة المسيحية اللي بترددها كل الطوائف المسيحية أننا نؤمن بالميلاد العذراوي وأن المسيح اتخذ جسداً في ملء الزمان وتأنس وصار بشراً مثلنا فالسؤال لماذا الميلاد العذراوي؟ كثير من المشككين والذين يحاربون الكتاب المقدس يحاولون أن يجدوا علا في هذا الموضوع يقولون أن هذا شيء مستحيل لا يمكن أن نحدث لكن الكتاب المقدس يسير بتسلسل عجيب وكل شيء مرتب من قبل الله عندما أخطأ آدم وحواء الله أعطى الوعد المسيان الأول أنه سيأتي من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية والنبي إشعياء في القديم تنبأ قبل ولادة المسيح بسبعمائة سن قال السيد نفسه يعطيكم آية هالعذرا تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانئيل فراح البعض ويقول أن الكلمة تعني شابة صغيرة علماء في اللغة العبرية فطبعاً لازم نفهم الظرف والمكان والتقاليد في هذه البلاد لا يوجد مكان للزنا الشابة التي تزني العقاب هو سمعة رديئة لكل العائلة وفي حالات كثيرة كانت ترجم بالحجارة فعندما يتكلم عن عذراء تحبل فهو يقصد عن بتول لم تعرف رجلاً شيء آخر لازم ندرك أن الكتاب المقدس ترجم باللغة اليونانية بتسموها الترجمة السبعينية ترجمت في الإسكندرية 250 سنة قبل الميلاد 70 شخص يهودي اللي ترجم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية وعندما ترجموا هذه الكلمة علماء في اللغة العبرية ترجموها إلى الكلمة اليونانية بارثينوس اللي بتعني بتول أو عذراء لم تعرف رجلاً والقديسة سألت الملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً فهذا تأكيد حتى في العهد القديم وفي العهد الجديد أن الولادة كانت ولادة عذراوية وأنه حبل به أي يسوع المسيح من الروح القدس كما قال الملاك للقديسة مريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فإذن الميلاد العذراوي أي أن المسيح ولد في أحشاء القديسة مريم أو كان في إحشاء القديسة مريم العذراء وأنه بلا خطية لم يرث الطبيعة الخطاءة كما كل البشر فالله أعد هذا الرحم قديسة مريم العذراء لكي تكون أم الرب وأن يسوع المسيح الكامل بلا خطية إنسان كامل وإله كامل كإنسان حتى يقوم بعمل الفداء الكامل لأنه بلا خطية يستطيع أن يرضي الله ويوفي العدالة الإلهية وكإنسان لكي يتعاطف مع الجنس البشري لكي يولد من عذراء ويقدم فداء لأنه الحمل بلا عيب الكامل الذي أعطى وقدم نفسه لأجل كل البشر من أجل هذا نحن نؤمن بالميلاد العذراوي اللي تم في أحشاء القديسة مريم العذراء البشارة اللي حدست في هذه المدينة مدينة البشارة في هذه المنطقة وهذا التأكيد أنه الله ساهر على كلمته ليجريها ترجمة نانسي قنقر